السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودحياتي للجميع آخر الأخبار في ألمانيا والعالم نبدأ الخبر الأول حقيقة كان هناك في تصريح مهم جدا من نائب رئيس الاتحاد المسيحي تسدقو أكبر تحالف طبعا معارض وأكبر تحالف في ألمانيا تسدقو وتسسو ونائب رئيس الحزب السيد كيستن لينمان اللي قال تصريح مهمة بخصوص مساعدات الجوب سنتر ومساعدات الاجتماعية وقالوا خاصة قصد من حكي الأشخاص العاطلين عن العمل أو يبحثون عن العمل وليس لديهم أعزار للعمل يعني مهن المريضين ولا عم يعانوا من مشاكل صحية فيهم يشتغلوا وما عندهم أعزار قالوا هؤلاء الأشخاص يمكن أن نصبر عليهم مدة ستة أشهر بعدها إما أن يعمل نشتغل أو سنقطع عنه المساعدات بالنسبة 30% بشكل آخر رح يعطوا الشخص العاطل عن العمل ثلاثة شهر ليبحث عن عمل ممكن بأي مهنة ما إذا عنده أو سبلده إذا عنده مهنة ما ممكن خلال فترة ثلاثة أشهر هو يعطوه مهلة يروح ويدور بنفسه على عمل ما لقى عمل خلال هذول ثلاثة أشهر؟ تسعين يوم الجوب سنتر أو البلدية أو السوسيال أي جهة موجودة في المدينة رح تدور له وتبحث له عن عمل رح يقدمونه عرض عرضين ثلاثة أربع إذا هذا الشخص رفض كل العروض وقال هذا الشغل ما بيناسبني وهذاك ما بيناسبني وهذاك هيك وفيه مشاكل يعني رفض كل العروض فممكن بعد هذا الرفض أنه يقطعوا 30% من المساعدات المقدمة لأله هي مساعدات الجوب سنتر طبعا هذي الفكرة أجت من المعارضة من CSU وCDU تحالف المعارضة طبعا هاي فكرة بس ما هو قانون أو مسفدة قانون أو أي شيء وشيء طبيعي جدا أنه يجي هيك فكرة للقضاء على التضخم والعاطلين عن العمل واللي على الجوب سنتر لأنه في ناس كتير على الجوب سنتر وحقيقة نعم يبحثوا عن الشغل أو ما بدون يشتغلوا فهون هذا الحزب هذا التحالف يريد شوية يعني تحريك الأوراق ضغط على العاطلين على العمل لازج بهم بسوق العمل في ألمانيا شو أرأكم حول هذا التصريح المهم جدا يعني هل مناسب أم هاي المهنة مناسبة جيدة ولا حقيقا ستة أشهر يعني بيعتبرها البعض ممكن يعتبرها البعض يعني مهلة قصيرة جدا للشخص اللي على الجوب سنتر أو على المسادات الاجتماعية اللي يعني يبحث عن عمل مناسب طبعا هناك أعمال كثيرة ممكن إذا أنت ما لقيت عمل ممكن الجوب سنتر يلاقي لك أي عمل أي عمل تنظف تكنس تلم أي شي أو ساخ من الشارع من الحدائق طبعا في حال إذا أنت ما لقيت عمل بنفسك ننتقل إلى موضوع آخر بخصوص البطاقات البنكية والأشخاص الذين يشترون بهذه البطاقات يتسوقون بهذه البطاقات اعتبارا من واحد سبعة كثير من المتاجر والسوبر ماركتات ومحلات الأحزية يعني أي مكان يمكن أن تشتري فيه عن طريق البطاقة البنكية رح تتغير البطاقات اللي مكتوب عليها مايسترو اللي موجودة بالصورة اللي عم تشوفوها من تقيمة رح تتوقف رح يتوقفوا بالعمل بهذه البطاقة طبعا شباق كازي كمان من ضمنها ولكن اللي مكتوب عليها مايسترو رح يتحولوا لا فيزا بس مكتوب بدل مايسترو فيزا فأي شخص عنده بطاقة ممكن يروح إلى البنك الخاص فيه ويقول أنا بدي يغير المايسترو إلى الفيزا لأنه حقيقة يعني بعض المتاجر في ألمانيا وخارج ألمانيا حاليا عم يخلقوا مشاكل للعملاء اللي عندهم بطاقة مايسترو فمشان هيك بدهم يغيروا بدهم يتخلصوا من مايسترو ويستعينوا بفيزا فممكن تروحوا وتبدلوا الكرت مشان ما تواجهوا مشاكل في المستقبل وانتوا عم تسوقوا وانتوا عم تشتروا بالبطاقة البنكية ننتقل إلى موضوع آخر 17 حالة وفاة يوميا هل لديكم علم أنه في الدول الاتحاد الأوروبي 27 بيتوفى بيموت 17 شخص يوميا بالمخدرات للأسف في تقرير حقيقة صادم تقرير السنوي لمركز المراقبة الأوروبي للمخادرات والإدمان يعني أرقام مرعبة حقيقة صنفوا ألمانيا على أنها زعيمة المخادرات زعيمة أوروبا بها المخادرات رح تشوفوا الأرقام رح تسمعوا الأرقام بحسب تقرير للمركز المراقبة الأوروبي للمخادرات والإدمان ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات المبلغ عنها في ألمانيا إلى 1826 حالة وفاة في عام 2021 أكثر ب245 حالة وفاة عن العام اللي سبقوا عام 2020 مشان هيك صنفوا ألمانيا زعيمة أوروبا بالمخدرات بعد ألمانيا أجت إسبانيا ولكن عدد قليل نصف العدد أو أقل 774 شخص توفي في إسبانيا سنة 2021 بالمخدرات في فرنسا 417 شخص ولكن المخيف في الأمر أنه هناك اتجاه صعودي لهذا الأمر لعدد الوفيات يعني كل سنة عن سنة الرقم بزيد 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 في كل الدول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا يعني ما عم نشوف انخفاض هذه الأرقام عم نشوف الأرقام عم تتزايد بسبب المخدرات طبعا أيضا وفقا للتقرير نفسه نفس الوكالة كان هناك ما لا يقل عن 6166 حالة وفاة مرتبطة بجرعات زائدة من المخدرات غير المشروعة في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في عام 2021 عم نحكي عن 6166 شخص إذا قسمناها بيطلع يوميا 17 حالة وفاة للأسف الشديد بسبب جرعات زائدة من المخدرات تنتهي حياتهم في عام 2020 كان العدد الكل في دول الاتحاد الأوروبي 5696 شخص وفي عام 2019 كان عدد الكل 5141 شخص يعني عم نشوف مقارنة سنة عن سنة في 500-600 حالة وفاة زيادة المقارنة ما سنة قبلها وجميعها بسبب المخدرات والجرعات الزائدة للمخدرات فنصيحتي للشباب أبتعد عن هذه الأشياء كل البعد كل البعد أخواني أخواتي أحبابي أبتعد عن المخدرات وعن أي شيء أي مادة ممكن تدمر حياتكم في المستقبل فأبتعد عنها سواء كان المخدرات الهيروين الحشيش القرنب يعني كافة هذه المواد أبتعدوا وأكونوا سالمين وركزوا على حياتكم وحياتكم العائلية ودراستكم وأعمالكم وأشغالكم وبتمنى السلامة للجميع ننتقل إلى موضوع آخر بخصوص الآثار الجانبية والأمراض المنتجة بعد أخذ الناس لقاح كورونا في ألمانيا طبعا هناك تقريبا 65 مليون شخص تم تطعيمهم مرة واحدة في ألمانيا على الأقل ضد فيروس كورونا من أصل 65 مليون شخص تقدم 8886 شخص للاعتراف بأضرار التطعيم ضد فيروس كورونا طبعا هؤلاء الأشخاص ذهبوا إلى العيادات الطبية ذهبوا إلى المستشفيات وتحدثوا عن تجربته مع فيروس كورونا والآثار الجانبية والأشياء التي يحسونها بعد التطعيم بحسب بيانات من سايت أونلاين ما بين كل مئة ألف شخص تم تطعيمهم ضد الفيروس قدم ما يقول عن 14 شخص طلب للمراجعة وتم معالجة 3480 طلب من أصل تقريبا 8800 طلب أي تقريبا 40% من طلبات الأشخاص المتقدمين تم معالجتهم ومعظم طلبات المراجعة كانت في المقاطعات التالية كان هناك في 1385 طلب للمراجعة بخصوص الآثار الجانبية للتطعيم في بايرن كان هناك 2021 طلب مراجعة في بريمند كان هناك 79 طلب مراجعة فقط وهامبورغ 158 وزاغلند 160 هلأ نجي للأمراض الأكثر شيوعا ما هي الأمراض اللي يعانوا منها الأشخاص الذين تم تطعيمهم مرة واحدة للأقل ضد فيروس الكورونا بشو عم يحسوا وين هناك وجع أين يوجد وجع ما هي الأماكن اللي ممكن شخص ينزعج ينزعجوا وجع في الظهر وجع في القلب وجع في الكتف وجع في الرأس في الأسنان فالأمراض كانت كالتالي حقيقة ست مقاطعات ألمانية لم تقدم بيانات بخصوص الأمراض الناتجة عن التطعيم وعشر مقاطعات ألمانية تقدمت ببيانات ومعلومات رسمية فكانت الأمراض على الشكل التالي التهاب عضلة القلب من إحدى الأمراض الناتجة لدى المراجعين بعد تطعيمهم فيروس كورونا وأيضاً حالات تجلط الوريد الجيبي بالإضافة إلى نقص الصفائح الدموية غلابية الأشخاص المراجعين لأخذوا تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا عم يحصل عندهم هذه الأمراض في هذه المواقع من الجسم طبعاً يمكن الأشخاص الذين لديهم آثار جانبية من التطعيم أن يتقدموا بطلب الاعتراف بالأضرار أنه يكون هناك دليل من الطبيب من العيادة ومن ثم يتقدموا للحصول على معاش تقاعدي شهري من الدولة طبعاً بعد ما يثبتوا أنه صار معه شيء بعد ما أخذ هذا اللقاح أصدقائي هيكم نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو نتمنى معلمات التي ذكرناها تكون مفيدة للشميع نلقاكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته